الأماكن المهجورة هي أماكن سيئة سيئة لدرجة أنه حتى صحابها قرروا يتركوها ومع الوقت كونه ما في حدا بيجي تحولت لأماكن مرعبة ما في إنسان غبي بيروح على مكان مرعب هاي جايز اليوم نحن قضي أربع شي ساعة بواحدة من أرعب الجزل في الوطن العربي شوفوا نظرة الحماس البريئة على وجهي أخ لو إني بعرف شو هيصير فيه لقدام طبعا طلبت من كثير شباب حوالي أنهم يجوا معي في هذا الفيديو بس الكل رفض وكان خايف إلا شابين فاجؤوني بقوتهم وشجاعتهم زغلول وبرهوم يا جماعة الله ع الشجاعة شو بتوصير يعني؟ شو حيصير؟ شو ممكن يصير؟ ما حيصير شي برو بالنهاية خرافات يعني إيش كبيرة تموت؟ لا إيش فيه إيش؟ إيش تموت؟ جماعة هذا هو أر أر هو حيكون المرشد السياحي والحماحين على الجزيرة الحمرة الجزيرة الحمرة كانت منطقة سكنية براس الخامة من تقريبا أربعين وخمسين سنة أوكي زالة من هون بتحمسوا بعد ساعة كاملة يحكي عن الجزيرة الحمرة بصراحة بحكي شغلات كثير بتخوفي إلا إحنا جرت خف عقلنا بس من المختصر هي جزيرة صار لها ثلاثين سنة مهجورة ليش؟ ما بعرف يمكن فيه حدا مات يمكن فيه شغلة صارت الناس اللي كانوا ساكنين بالفيلا ثلاثة أربعة منهم توفوا بلش الخوف طبعا لأنه ما أحد أفهم شو أختها القصة المهم اليوم في كثير كلام بنحكي عن الجزيرة إنها مسكونة من جن إنه فيه أصوات تطلع منها إنه الناس بيشوفوا شغلات فيها منها ما ينص على انبعاث أصوات غريبة مرعبة كانت تتعالى بفترة المساء يا زلمي كله بكذب بكذب يا عمي غرف فيه أصوات عم أطلع قال ليه متحمسين بقول لك ليه جنو باتي والله جن يشوفك وشار الأشعر هاد احنا الآن في الطريق لمنطقة اسمها راس الخيمة وهناك حيكون هنا هي جزيرة الأشباح الموضوع ممكن يكون مبين مزح بس هو جدي يعني الناس بيحقوا فيها أوكي جد فيها جن الطريق لراس الخيمة تقريبا ساعتين زمن انبسطنا بالطريق مع بعض بسمعنا أغانينا المفضلة بعد الطريق الطويل وصلنا والدنيا كانت ليل كيف تعرف البني هذا من الجني هلا لأنه نقعد إحنا 24 ساعة إذا إحنا كلنا نمنع ولقيت في حدا جنبك تطلع على رجلين إذا لقيت إجرين خروف نعرف إنه هذا جني جني رجلين خروف ماش خروف صاحا كنت حاب نوصل إلى الدنيا لسه بتغرب يكون في شمس تشوفوا المنظر بس طلع الرعب يا ظلم هنقسم هذا الفيديو لأربع أجزاء أول إشي اللي بيوت بعدين المسجد بعدين المدرسة بعدين المبيت اللي هو هنختار مكان النام فيه بين هاي الأماكن المرعبة احضروا الفيديو كامل وشوفوا شو بصير معنا حصلنا أول شي على أول لوكيشن جمعت معي بلاك لايت عشا تشوف إذا فيه دم يا جماعة هاي المنطقة صارت 30 سنة مهجورة زي السجن بقرب معوضات اسمع خيلم فون أنا روز قوي حاج هذا بالقاعدة شروع بالجنة الخرافة بالجنة آآ خاش راني كان يسلحوا بأني آدمين تعال تسوي تعال تعال شوف هاي بداية الطلاقة هذا واحد يستدع الجن بس مش كتير فرنا وهون قررت أستخدم سلاح وحيد ضد الجنة اللي عفاس عليكم برايك من الشيطاني حطوا ثلاغ فرحي ألف أو الله المشكلة كلام زغلون طلع صح فعلا قراءة الشيخ العفاسي عليها كوبيرايت بس بعدين ذكرت أني أنا أصلا حافظ أيت الكرسي بس من التوتر تنسيت أني حافظها شباب شباب في بشكير عليه دم شباب في بشكير عليه دم ليه لحين عنده طيوب لأت المسوس بلا قرف هم فيه فيه دم معه الجينة بشكير مرمي على الأرض عليه دم ذكر في المدرسة كان فيه دايما هذاك الولد اللي لما تلاقوا صرصور على الأرض وهيك يحملوا بدون أي سبب هذا الولد هو راشد تمسكته؟ نعم ليش تمسك البشكير يا راشد؟ ليش تمسك الدم يا راشد؟ ليش تمسك الدم يا راشد؟ 2-E-P-E-M-T 1-R 1-R هون وإحنا قاعدين منقرأ الكلمات الغريبة على الجدران فيه شخص غريب هاجمنا آه؟ فيه خفاش! فيه خفاش! فيه خفاش! فيه خفاش! والله خفاش! الغريب فيه اللحظة انه راشد قد ما كان شجاع وقوي كان أثر على واحد بالهروب لدرجة هو وطالع دفش زغلول طيروا أعطاه واحد الخبع و الخبع انتم مش فاهمين يا جماعة زغلول الحجم صغيرى على قدته سيدي الشاحل اللي خططه رب الرب كثير خايف يا جماعة انا ابدن مش خايف دقيق عشان خفاش مية كله طيب ايش بحسب او هون اعمل المقابل اتخلش وكيف يش تحرك وقسم رب ايش فيه لا هذا مرهوم بنحف لا والله بشي رب ادنا حافظ ولا نحف فيشي خبط والله اه والله لقو خفاش يا عبا عجيب طيب ايش رب خلاص يا عبا عبا عين عوض بلاب الشيطان عجيب خلصنا من اول لوكيشن وهلا اجل وقت الروح على المسجد المهجور هذا المسجد سمعته كثير بتخوف المسجد يا زغلول القصة بتحكي انه كان يأذن لحاله بدون بني أذن بي واش دا اختي المتعبين فانطلقنا باتجاه المسجد وبالطريق زغلول لمح اشي ابيض احوزي بالله ايش طرزي نعم انا باقترح بسم الله لا ما احتيشي هناك والله والله ما احتيشي مش راح ارجع تطلع طلع هناك 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 ايش فيه هناك فيه شي ابيض والله مش بطلع ورا لو طبيبوا والله ما حقشر لكم وين واخرص بوهم وعكتنا بافقع وجهك انا بردان مش عارف ليش بردان كم فيه شي ابيضا نطلع عليك اه شعر برهو اوكي احوزي شبعة وصل لها المسجد المهجور شش اوه تعال تعال شوف منظر المدخل شوف منظر المدخل شوف منظر المدخل بضلطة عزي تطلق هون اخوزي اخوزي فيه شي اتحق اوكي ابرد يلا حبيب طفل واحد فينا واحد فينا وعندك خمسة مليئة متابعين بزعولة اش انا امي بتعرفش عني اخوز اخوزي اخوزي هون كنت بحكي شغلات كثير مش مهمة كنت بس بحكي مع الكاميرا عشان ما يدخلون المسجد اول واحد اخوزي 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 الغريف في الموضوع انه ليش ممكن مكان ينترك بهذا الشكل وليش المكان مهجور وليش كل العيشين هون راحوا وبينما احنا منستكشف فجأة غير متوقع صار برهوم راما حجر اقسم بالله لا الله لا يعطي العافية اسمعنا ما دخلت الحمام لسه هس بتعملها يا حالة بصراحة مكان كثير بخوفة اه اه يعني مش كده متطمن لانه مسجد فهم لانه انت بتفتاح ومش مرتاح اسمعنا اصال مصارع السريع كانت زي اخوزي وهلأ اجا وقت الروح على ثالث واخر مكان هنزوره في هالرحلة طب جماعة شفنا المسجد اليش اللي بخوف اكثر المدرسة المهجورة احمد نعم يموت اسمعت بالستة ده ايش ايش بدك المدرسة اتوقع كانت من اول ابتدائي لخامس سادس ابتدائي وابديش احكي لك عن قصص المدرسة لا احكي احكي ما لازم نفهم طيب هون راشد بحكي اشياء كتير بتخوف قررنا نخبيها لعيون الاطفال اللي بيحضروا بدنا نروح عليها اهو عالطريق للمدرسة فجأة قينا شابين عم بمشوا تجاهنا جماعة والله جاين والله جاين والله جاين اوكي استرسل وقف طيب ها عادي عادي انهي القصة شكرا عليكم شكرا شكرا ماذا هو المدرسة؟ شكرا شكرا طاهي 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 اوكي شكرا 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 يا جماعة دعونا نسمي هذا الزلمي حالد حالد انسان عظيم حالد قدوة حالد كان ماشي في امان الله في نص العتمة في هاي المدينة المهجورة وفجأة لا اشلت شباب والاشي الوحيد اللي قرروا يحكي لنا اياه هو طاهي طاهي مرتين بس بعدين اللف ومشي زكفة يا جماعة لهالإنسان خالد أقسم بالله أسطورة قدوة هاي معانا أخبي ثم انت جاك جني عشي كبالي قادم وتركوه بحاله خلص المهم وصلنا على المدرسة المهجورة وهذا هو المكان اللي حلبات فيه الليلة هون في جني هاجمنا بمزح بس برهوم بش عرف الله يومي ان شكلك برهوم شاء الله يا برهوم تصحب النور تلاقي خالد لايم جنبك اوكي؟ ليس ما اصبر ليس ما اصبت بالمرة باخفت طبعا انا بأكفت هاي جماعة انا شخيت عا حالي ايش صار ليه أنا اللي بحكي أنا اللي بدي احسلو حتى لو مهجورة ليه مكسر الاعرض موسيقى احوالي 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 فوز 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 طينا المضوع جلت في حدا والله في حدا حكا هاي والله ما عم بساوي الجو لانو انا محت قلتلكم طينا ايس اه جوم السياحة الكل سمع حدا عم بنادينا من برا ففكرنا الشرطة او الامن او اشي فطلعنا بسرعة برو ايش فيك راشد انا نشوف دمي سوا مين نالدانع واحد حكا هاي وزمر مصير طلعنا له خلال عشرين ثاني ما في ولا مخلوق برا ولا اشي الانسان الوحيد نشوفناه في هاي المنطقة غيرنا هو ثالد تتذكروا خالد؟ بس خالد مستحيل يعمل هيك حركات يا جماعة خالد عالم الرجولة طلعوا عليك كيف سطورة موسيقى اخترنا نقطة مناسبة الفراشنا واللعنا النار كلاب كلاب ونمنع كل وضح شباب نعسط يا جايز برهوم غيب راشد رايح موسيقى 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 ومع كل الشباب نايمة بس أنا والله حال في مئة يمين لو إيش ما صار أنا مش راح عنامك صباح الخير أشرق الوضع ما شاء الله مرور أنا وفاها بإش اللي عملنا بس إن شاء الله تكونوا استمتعتم الفيديو على أمام رب الله جد من أسوأ النومات اللي بنامها بحياتي حاس ضهري خشب يا جماعة حاس حالي يتقر الوسط من كل مكان شوفوا الحق ما عدنا 14 ساعة كام اللي عادنا أقل بس مرضو ما في اشي يضل نصويه مدام الدنيا أشرقت خلاص الرعب كله بالليل احكوا لي اتعجبكم الفيديو أو لا حوالي 60% من المتعمل القناة مشوشتركين فإنتم مشترك اشترك عشان فيه أكثر قوي نار جاي وشوفك عمي جاي وحوش يلا بيس اخد جزرة والله لك مش فاضي اخد جزرة